ولهذا تشوف بعض الناس يموت بس عنده عمل هذا العمل وإن كان البعض يراه عمل بسيط لكن كان سبب لنجاته لفوزه ينقلون عن امرأة توفيت جابوها دفنوها بجوار سيد الشهداء أنزلوها في قبرها اختار واحد من الصلحاء من الأدقياء كان معروف بالصلاح بالتقوى هذا مع وجود ابنها يعني بعد إجازته لازم نلتفت إلى هذا المعنى فاختاروه طبعا أكو التفات من هذا الرجل في كيفية إنزالها هذه الأمور شرعية لابد أن نراعيها في هذه المسألة أنزل يقول أنا معتاد أن أنزل الموت في قبورهم عجل من أهل الصلاح من أهل التقوى يقول أنزلتها أمرأة كبيرة أنزلتها في قبرها بس الجماعة ينتظرون خروجي من السرداب الذي هو قريب من قبر الحسين فأطال المكت هناك أطول ليس من عادته نادوا باسمه مرة ومرتين ما أجابهم اضطر واحد أن ينزل إلى الرجل شوف شنو الوضع نزل المرأة في قبرها والرجل قد أغمي عليه المهم طلعوه رشوا عليه الماء قال أين ابنها ابنها وين ايجا ابنها سأل سأل ابنها شعدها ويا الحسين هذه شعدها ويا سيد الشهداء شعدها من عمال قالوا ما الخبار قال أول مرة قولي قول إلي اشعدها ويا الحسين بعدين أقولكم شنو شفت أنا ابنها قال احنا عدنا زراعة متواضعة زين هذا النتاج الذي نحصله نقتات به ناكل من عنده بس في موسم المحرم تلتفت إلى أبنائها إلى أحفادها تقول لهم هذا مو إلكم في هذا الموسم هذا إلى الحسين لا تأكلون شيء من عنده هذا إلى الحسين بعد قال في قيامها تقول يا حسين في جلوسها تقول يا حسين في كل شدة تنادي يا حسين الحسين على لسانها في كل لحظة قال إذن هو هذا السر ماذا رأيت يقول أنا هممت بإنزالها في القابر وإذا بضريح الحسين قد انشق طلع رجل نوراني التفت إلي قال يا هذا تنحى هذه خادمتي أنا أنزلها أنت أبو علي تنزلها شوف هذه كرامة Cyberpunk servant يسل關ك wards عقد ينحي المستخدم خسيت الأول أبو نعت يحوها يحوها ну